بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة نلتقي معاكم بكل حب في مقرر فيزياء ثلاثة فيز مائتين وثمانتعش وفيز مائتين وتسعتعش للصف الثاني ثانوي المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات درسنا اليوم درس حلو وبسيط وأتمنى توصل لكم المعلومة بكل سهولة وثلاثة عنوان الدرس الطبيعة الموجية للضوء نبتدي أهداف الدرس وصف سلوك الضوء كموجات الهدف الثاني توضيح ظاهرة الاستقطاب وقانون مالوس لموجات الضوء والهدف الأخير حل مسائل عددية على القانون لظاهرة الاستقطاب أعزائي الطلاب تذكرون في الدرس السابق درس الاستضاءة طرحنا هذا التساؤل هل الضوء موجة أم جسيم وكانت الإجابة بأن للضوء طبيعة مزدوجة فممكن أنه يسلك سلوك الموجات وكذلك يسلك سلوك الجسيمات وكذلك ذكرنا في الدرس السابق نموذج الشعاع الضوئي وذكرنا بأن نموذج الشعاع الضوئي يمثل الضوء في هذا النموذج على شكل شعاع ينتقل في خط مستقيم ولكن يتقير اتجاهه فقط إذا اعترض مساره حاجز كل هذا تم ذكره في الدرس السابق اللي هو درس الاستضاءة كذلك تطرقنا في دروس سابقة في هذا المقرر مقارنة بين أنواع الموجات نحن عندنا نوعين من الموجات موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية وعرضنا المقارنة والفروقات بين هذه النوعين من الموجات وذكرنا بأن الموجات الميكانيكية هي موجات تحتاج إلى وسط مادي تنتقل فيه وخذيني عليه أمثلة مثل موجات الماء موجات الصوت موجات المنتقلة في الحبل وكذلك الموجات المنتقلة في النابط الموجات الكهرومغناطيسية عزائي الطلبة هي اللي راح نتطرق إليه اليوم في درسنا لطبيعة الموجية للضوء ما هي الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات لا تحتاج إلى وسط مادي لتنتقل فيه الموجة وأمثلة عليه عندنا الموجات الضوء وموجات الراديو والأشعة السينية الإكس ري إحنا في درسي اليوم راح نتطرق إلى سلوك الضوء كموجة تمام النموذج الموجي للضوء بماذا عرف العلماء النموذج الموجي للضوء أعزائي الطلبة النموذج الموجي للضوء الضوء عبارة عن موجات فما أنه موجات فله خصائص الموجات وذكرنا في المقارنة السابقة بأن الضوء موجة كهرومغناطيسية لاحظ عزيزي الطالب في هذا الشكل الواضح أمامك عندي مجال مغناطيسي وكذلك مجال كهربائي فأطلق على الضوء موجة كهرومغناطيسية هذه الموجات كسائر الموجات لها خصائص كطول موجة كترددات كسعات موجية وهذا الضوء يسلك سلوك الموجات عندنا الحيود والاستقطاب في درسي اليوم راح نتطرق إلى خاصية وظاهرة الاستقطاب للضوء أتمنى تركزون معاي لتوضيح هذه الظاهرة تساؤل قد يتبادر إلى ذهننا هذه التساؤل افترض عزيزي الطالب أنك متجه لغرفة موسيقى وكان باب الغرفة مفتوح بالتأكيد راح تسمع صوت الموسيقى ولكن أنت تتحرك طبعا في اتجاه هذه الغرفة ولكن هل تستطيع أن ترى ما في داخل الغرفة؟ لا طبعا لماذا؟ لماذا أنا أستطيع أسمع الصوت على الرغم من أنه أنا ما أقدر أرى ما في داخل هذه الغرفة؟ لماذا؟ لأن لكل من الصوت والضوء خصائص موجية لذلك فإنهما يحيدان من داخل من خلال المداخل بشكل عام ولكن نركز عزيزي الطالب ولكن لأن الطول الموجي للصوت كموجة صوتية أكبر بكثير من الطول الموجي للضوء فلذلك ينحني الصوت عند الحواجز والمداخل فنستطيع سماع الأصوات في حين لا نستطيع رؤية ما في الداخل واضح؟ سؤال سؤال آخر لاحظ هذه الصورتين اللي أمامك عزيزي الطالب الصورة الأولى وعندي الصورة الثانية نريد أن نقارن بين الصورتين من حيث حركة الموجة لاحظ عندي هني الحبل وهني الحبل في الصورة الأخرى نريد أن نقارن بينهم من حيث حركة الموجة لاحظ عزيزي الطالب في الصورة الأولى عندما تكون الموجة موازية للشق فإنها تعبر وتمر أما في الصورة الأخرى لاحظ بأنه عندما تكون الموجة متعامدة على الشق فإنها لا تعبر ولا تمر فإذن عندي الفرق بين الصورتين هني مرور الحركة الموجية أما في الصورة الأخرى امتناع الحركة الموجية بسبب التوازي والتعامد على الشق هذه المقارنة تقود إلى نتيجة بأن الموجات التي تتمكن من العبور هي فقط الموجات المتذبذبة أو المهتزة بصورة موازية للشق نستنتج من هذه المقارنات بأن الموجات التي تتمكن من العبور هي فقط الموجة التي تكون متذبذبة أو مهتزة بصورة توازي للشق من هذه المقارنات نريد أن نصل إلى مفهوم وظاهرة فيزيائية مهمة جدا جدا في الفيزياء وهي ظاهرة استقطاب الضوء فإذن عزائي الطلبة نريد أن نركز الآن على مفهوم استقطاب الضوء ما هو استقطاب الضوء؟ الاستقطاب هو إنتاج ضوء يتذبذب أو يهتز في مستوى واحد نحن نعلم بأن موجات الضوء تنتشر وتهتز في جميع الاتجاهات ولكن أنا عندما أريد أن أعمل استقطاب للضوء فأريد إنتاج ضوء يتذبذب ولكن في مستوى واحد لاحظ عندي عزيز الطالب الشكلين اللي أمامك في الشكل A وعندي في الشكل B لاحظ اتجاه انتشار الموجة في الشكل الأول وفي الشكل الثاني نلاحظ أن في الشكل الأول في الشكل A تمر الموجة خلال المرشح اللي هو عندي هذه لاحظ أسميه مرشح أو الفلتر للاستقطاب تمر الموجة لماذا؟ نسمو ذكرنا في المقارنة السابقة بأن اتجاه الاهتزاز موازي للشق أو اللي هو استبدالت مفهوم الشق بمحور الاستقطاب أو اللي هو المرشح اللي عندي لاحظ في الشكل الثاني لا تمر الموجة لماذا؟ لأن اتجاه اهتزاز الموجة وانتشارها متعامد مع الشق اللي هو محور الاستقطاب واضح عندي الفرق بين الشكلين اللي أمامك فإذا نقول بأن الاستقطاب هو إنتاج ضوء يتذبذى في مستوى واحد هذه الاستقطاب له أنواع عندي نوعين للاستقطاب النوع الأول استقطاب بالانعكاس والنوع الثاني أعزائي الطلبة الاستقطاب بالترشيح أو ما يسمى بالفلترة نتطرق إلى كل نوع على حدة عشان نفهم المفاهيم استقطاب بالانعكاس عبارة عن شنو؟ عندما يسقط الضوء لاحظ عزائي الطالب عندي أنا شعاع ضوئي ساقط عندما يسقط بزاوية سقوط محددة جزء من هذه الموجة الضوئية اللي يكون موازي للسطح لا ينعكس ولكن الجزء اللي بيكون عمودي على السطح العاكس لاحظة هنا عندي هاي سطح العاكس الجزء العمودي على سطح العاكس فإنه راح ينعكس ويصبح هذه الضوء شفيه مهتز أو متذبذب في مستوى واحد فأنا هنا وصلت إلى ضوء مستقطب أنتشت ضوء مستقطب بما معنى ضوء يتذبذب أو يهتز في مستوى واحد فقط هذه مفهوم الاستقطاب بالانعكاس أعزائي الطلاب أنتقل إلى النقطة الثانية أو النوع الثاني عندي من أنواع الاستقطاب اللي هو الاستقطاب بالترشيح أو الفلتر لاحظ عندما يسقط الضوء على مرشح الاستقطاب أو الفلتر فإن الإلكترونات تمتص الموجات الضوئية أي موجات التي تهتز في اتجاه اهتزاز الإلكترونات نفسه وهذه الموجات الضوئية المهتزة تمر عموديا على مستوى اهتزاز الإلكترونات لاحظ عندي قارنة بين هذه الشكلين في اللي هو الاستقطاب بالترشيح بحيث أن الصورة تكون عندي واضحة عن الهدف أن أنا بأسوي هذه العملية الاستقطاب وأن تجذوء متذبذ في مستوى واحد لأتمكن من رؤية الأجسام بشكل واضح إذن ذكرنا أنواع الاستقطاب عندي الاستقطاب بالانعكاس والاستقطاب بالترشيح أو اللي هو يسمى بالفلتر واضح؟ تمام تطبيقات وين إحنا ممكن إحنا عزائي الطالبة نشوف هذه ظاهرات الاستقطاب وين نحصل هذه المرشحات الاستقطاب نحصلها في العدسات عدسات الكاميرات لاحظ عزيزي الطالب في هذه الصورتين اللي أمامك الصورة الأولى بدون استقطاب ضوء غير مستقطاب وأما في الصورة الثانية واضح عندي اللي هو الضوء مستقطاب لاحظ كذلك في هذه الصورة هنا صورة ما تكون غير واضحة بالعكس هنا تكون جدا واضحة لأن الضوء عندي مستقطاب تطبيقات أخرى كذلك للاستقطاب ناس ما ذكرني هنا العدسات لاحظ جودة الرؤية الواضحة شلون بين لما تكون في عندي المرشح الاستقطاب كذلك في النظارات كذلك في اللي هو عندي شاشات التلفزيون انزيل انتقل إلى نقطة مهمة جدا أنا حين سويت عملية الاستقطاب وانتش ضوء يتذبذب ويهتز في مستوى واحد تمام انزيل أبي أسوي عملية تحليل لهذا الاستقطاب لاحظ مع بعض كيف تتم عملية تحليل الاستقطاب عند وضع مرشح استقطاب في مسار ضوء مستقطاب أنا عندي الحين ضوء مستقطاب سويت لعملية استقطاب فنتج عندي ضوء مستقطاب اللي هو شنو ضوء مستقطاب ضوء اللي يعني أنتشت ضوء يتذبذب في مستوى واحد أبي سوي لعملية تحليل فأنا أضع مرشح استقطاب آخر تمام شلون لاحظ عندي في الحالتين الحالة الأولى الضوء سينفذ متى إذا كان محورين الاستقطاب اللي عندي المحورة الاستقطاب لمرشحين الاستقطاب بشكل متوازي متوازين مع بعض فإذن الضوء سينفذ في هذه الحالة فلاحظ عندي في هاي الصورة شلون اللي هو الصورة واضحة صورة الوجه واضحة لأن الضوء نفذ عندي لاحظ في النقطة الثانية لن ينفذ الضوء لماذا؟ لأن محوره الاستقطاب للمرشحي الاستقطاب اللي عندي متعامدين على بعضهم البعض ففي هذه الحالة بيكون عندي الصورة غير واضحة ومع الممكن رؤية الوجه لأن الضوء لم ينفذ ذكرنا في هذا التحليل الاستقطاب نظرنا إلى جانب الاستقطاب وظاهرة الاستقطاب كمفهوم نظري الآن ننتقل إلى التطبيق العملي لظاهرة الاستقطاب عندنا قانون فيزيائي لعالم فيزيائي اسمه عالم مالوس ماذا يقول هذا القانون؟ قانون مالوس يذكر بأن شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي اللي ايهي أنا برمز لها بال-i2 شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي ماذا؟ تساوي شدة الضوء خارج من مرشح الاستقطاب الأول برمز لبرمز اييهيييييكييييي مضروباً في مربع جيب تمام الزاوية المحصورة بين محوريه استقطاب المرشحين اللي هي عندي ثيّة لاحظ عندي هنا رسم توضيحي للمرشح الأول والمرشح الثاني والضوء المستقطب فنذكر بأن I2 هي شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني والI1 هي شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الأول الثيتا وهي الزاوية المحصورة بين محوري استقطاب المرشح هذه القانون اللي عندي ضروري جدا هاي القانون أن أنا أفهم تركيبة عناصر هذه القانون لكي أقوم بالتطبيق بشكل صحيح ملاحظات مهمة للتركيز على هذه القانون أستخدمه متى؟ متى أستخدم هاي القانون للأضوء المستقطبة فقط لما يكون عندي أورادي أنا ضوء مستقطب فسأقوم بتحليله فإذن باستخدم قانون مالوس في الاستقطاب كذلك عزيزي الطالب عندي ملاحظة مهمة جدا بأن الضوء الغير مستقطب ركز معاي بأن الضوء الغير مستقطب يفقد نصف شدته عند مروره من مرشح الاستقطاب سؤال وتساءل مهم ممكن يتبادر إلى ذهنكم أعزائي الطالبة متى يمكن استخدم هاي القانون؟ نحن تقولون أنه في قانون وقانون فيزيائي واستقطاب وقانون مالوس متى أنا باستخدم ذي القانون؟ أستخدم هاي القانون إذا كان عندي ضوء مستقطب يعني أنا سويت له عملية الاستقطاب وأنتجت ضوء يتذبذى في مستوى واحد وفي نفس الوقت أنا أريد استقطابه مرة أخرى ملاحظة مهمة نلاحظ بأن عند استخدام مرشحي استقطاب شدة الضوء الخارج من المرشح الآخر اللي هو المرشح الثاني اللي باستخدمه يعتمد على الزاوية المحصورة بين محوري الاستقطاب لمرشحي الاستقطاب اللي هي الثيتا واضح؟ تمام عندنا تمرين نبي نطبق القانون اللي ذكرنا وإحنا تعودنا في أي مسألة فيزيائية تكون عندي مسألة لفظية أنا بحولها وبترجم هذه المسألة اللفظية إلى مصطلحات الفيزيائية والكميات الفيزيائية اللي عندي عشان ممكن أن أنا أقدر أطبق القانون بطلع المعطيات اللي عندي واشوف شنو المجهول أو المطلوب يقول السؤال إذا كانت شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي 0.75 من شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الأول فاحسب الزاوية المحصورة بين محوري استقطاب المرشحين إذن عندي المعطى الأول عندي قال لي I2 شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي 0.75 من شدة الضوء الخارج من المرشح الاول يعني أنا بتوصل إلى هذه المعطى بأن I2 تساوي 0.75 I1 ثم طلب مني أحسب الزاوية فإذن المجهول عندي ثيتا ثيتا هي المجهول شو بساوي بكتب القانون القانون شو بيقول I2 تساوي I1 كوسين تربيع ثيتا تمام ازاي الI2 شباح وضع عنها باي اهني حق هذي اللي اهي الI2 تساوي 0.7 I1 I1 بقول I2 بقسم الطرفين عندي هني على I1 فبقول I2 على I1 يساوي 0.75 اوكي حلت المسألة لا لحي أنا ما خلصت الحال ازاي ارجع مرة ثانية إلى المعادلة اللي عندي او القانون بعوض عنه شلون بقول I2 نفس الشي على I1 تساوي كوسين تربيع الثيتا فانا اشتويت قسمت الطرف الاول هني على I1 وقسمت هني على I1 فبعوض بقيمة I2 على I1 ب0.75 فبيصير عندي 0.75 تساوي كوسين تربيع الثيتا نزيل واضح؟ في الحاسبة دايركت بتطلع لقيمة الثيتا راح تساوي 30 واضح حل التمرين تعويض بالقانون ولكن الفكرة كانت هني اللي هو بقسم على I1 لانا عندي اثنين هم مجهولين ما عندي قيمة ثابتة لل I2 وال I1 واضح سؤال آخر تساؤل يقول لي يضع مصاورو الفوتوغراف مرشحات استقطاب فوق عدسات الكاميرا لكي تبدو الغيوم أكثر وضوح انسين فتبدو القيوم بيضاء في حين تبدو السماء داكنة بصورة أكبر شون أوضح هذه الفكرة من خلال معرفتي بالضوء المستقدم يلا نفكر شوي الإجابة لأن الضوء اللي ييني من الغلاف الجوي هو ضوء مستقدم ولكن الضوء المشتس عن الغيوم وهو ضوء غير مستقدم فالمصور شفيسه في هاي الحالة يقلل كمية الضوء المستقدم اللي يصل إلى عندي الفيلم عن طريق تدوير الفلتر اللي هو نسموه ذكرنا مرشح الاستقطاب عزائي الطلاب انتهينا من هذه الجزئية في الدرس طبيعة الموجية للضوء المرة القادمة ان شاء الله راح نكمل على هذا الدرس في الجزئية الأخرى شكرا لحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر